حقيقة لم يكن هناك توقف حقيقي بمعنى الكلمة جميع مراحل العمل في الجزء الشمالي من معمل أدوية من جازة هذه النقطة التقاطع الرئيسية وهي نقطة جامع الفرقان اتضح هناك خلال فني ليس خطأ في التصميم وإنما التصميم هو من عام 2012 بعض التعديلات والإجراءات والتغيرات التي حدثت في المنطقة أحدثت خللا فنيا في المسار تم تعديله خلال الأسبوع الماضي التقيت مثل المهندس المقيم قال تم إجراء التعديل طبعا بعد التعديل بدأ العمل به تقريبا 50 متر كملت صادف عطلة أمطار هذه كلها أمطار هذه شبكة الأمطار بعد ما تم إنجاز 50 متر من هذا المسار صادف عطلة عشرة محرم والجمعة واليوم سبته اليوم بدأ استنفوا بالعمل الحقيقة في معمل أدوية الشارع العام عندنا ناقل الرئيسي للأمطار اللي سيربط بهذا الاتجاه تمت مباشرة العمل تم مباشرة به هذا اليوم وسننتقل أيضا للموقع ونرى مراحل عمل المنجزة به دكتور أنت مكلف من مكتب النائب عمارة اليوسف أو أنت مدير مكتب النائب عمارة اليوسف متابعة المشروع هذا عندك فكرة السقف الزمني اللي راح يستغرق مد أمبو بناقل الأمطار على العموم يعني إحنا عدنا سقف زمني وفق الخطة الموضوعة ما بين الشركة المنفذة وما بين المهندس المقيم بالنسبة لي شبكة الأمطار نهاية شهر العاشر بداية شهر الهدعاش تكتمل نهائيا في مدينة سامرة وأنا الأخ مهندس المقيم أعطاني وعد قال لي بالحرف الواحد بأن الشبكة ستعمل مع أول قطرة مطرة تنزل في مدينة سامرة إن شاء الله يعني معناه خلال شهرين قادمين ستكتمل جميع مراحل شبكة الأمطار في مشروع المجاري ترجمة نانسي قنقر